اشتركوا في القناة والبنيان الروحي التي تقوم عليها الأسرة المسيحية يبدأ دايما سر الإكليل بحضور الأب الكاهن والعروسين تبدأ الصلوات ممكن في مرة تانية ناخد العروسين وزاي بيدخلوا والمعاني الروحية لها لكن كالشروط عامة وكنقعة عامة أولا الأب الكاهن الذي بيمثل حضور الكنيسة وحضور المسيح بيكون بملابس كاهنتية على الأقل بملابس الصدر في بعض الكنيس أو في بعض من الممكن أيضا يكون بالملابس الكاهنتية الكامرة لأنه هذه الخدمة خدمة لترجية روحية سرائرية على أعلى مستوى زيها زي خدمة سر الإفخارستية وفي الحالتين بيحل روح القدس وهنا بتشير إلى أن الكاهن نفسه بيمثل تقديس هذه العلاقة بين الزوجين نقطة تانية أن سر الزيجة لابد يصلى في الكنيسة ولا تسمح الكنيسة بأن يقام هذا السر خارج الكنيسة في المنازل مثلا إلا في حالات الاضطهاد أو حالات مشددة جدا اللي لا نستطيع أننا نتمم هذا السر في حضن الكنيسة والكنيسة هنا تمثل حضور الأسرة وتكوينها في يد الله وفي قلب الله نفس المفهوم اللي تعلمناه من سفر التكوين صلاة الإكليل لا تقوم إلا بين طرفين لم يتزوج من قبل مفهوم الإكليل كل منهم بيكلل للآخر وكل منهم بيأخذ إكليل الروح القدس في العلاقة الزوجية والأسرة التي ستتكون لو في طرف سابق الزوج أو أرمل بيعتبر صلاة الإكليل أو صلاة نوع من التحليل ونوع من البركة التي تعطيها الكنيسة للأسرة صلاة الإكليل لا تصلها في أيام الصيامات وهنا الكنيسة بتعلم الأسرة تقديس العمل الروحي في الأسرة أن الصوم هو درجة روحية بيعل فيها الإنسان على الاحتياجات الجسدية فكيف يكون السماح بأن تقام صلاة الإكليل في أيام الصيام ونحن ندعو أولاد الله وأولاد الكنيسة للسمو الروحي ده مش معناه أن العلاقة الزوجية علاقة غير مقدسة هي علاقة مقدسة وطهرة ولكن الدعوة إلى الارتفاع عن الجسديات في فترة الصيام للنمو في الروحيات ولهذا لا يسمح بصلوات الإكليل في فترات الصوم الكنيسية أيضا الطقس الأديم والأصلي لصلوات الإكليل أنه يقام ما بين رفع بخور باكر وقبل القدس والهدف كان من كده أن الأسرة والكنيسة والعروسين يكونوا جايين في حالة استعداد روحي للتناول من الجسد الرب ودمه وهكذا يشعر العروسين أن أسرتهم بتتكون في المسيح وبالمسيح ومن أجل أنهم تكون حياة مقدسة مرتبطين الاثنين بجسد الرب ودمه فيكون الاستعداد للإكليل والزواج بنفس درجة الاستعداد للتناول من جسد الرب ودمه بالطهارة والنقاوة والمحبة الكاملة وعدم وجود شوائب روحية أو نفسية في حياتهم وعلاقتهم تكون على مستوى ارتباط المسيح بالكنيسة زي ما علمنا الكتاب المقدس وزي ما كلنا عارفين أن بعض الأزواج بيحبوا ياخدوا ما يعني أصطلح بأنه يسمى يعني مثال طبية الذي تزوج وبقى هو أزوجته سلاسة أيام في حالة صوم وفي حالة صلاة وفي حالة تقديس لحياتهم من أجل أن تكون أسرتهم مقدسة ونشكر ربنا أن في أسر كتير بتقوم بهذا المفهوم في حوقتنا الحالي لأن هذه المفهيم الروحية هي الأساس الروحي والأساس البنيان الكنسي والإنجيلي اللي بتقوم عليه الأسرة لأنه بيأكد حضور الله في الأسرة وارتباط الزوجين بعضهم ببعض في المسيح ترجمة نانسي قنقر